موسيقى كاميرا الرؤية رافقت فريق حلوية دنيا مساء يوم أمس إلى مدرسة اليوبيل في عمان هناك كان حضورا بهيا لصاحبة الجلالة الملك نور الحسين المعظمة وصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين المعظم موسيقى المناسبة كانت لمرور عشرين عام لتأسيس المدرسة إحدى رؤى الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه بحضور مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين ومجلس معهد اليوبيل والطلبة موسيقى موسيقى مدرسة اليوبيل وفي ذكرى ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه أتمت عشرين عاماً من عمرها المدرسة إحدى مشاريع مؤسسة الملك الحسين وهي الرائدة في تبني الطلب المتفوقين والموهوبين من طلاب الوطن العربي كافة في جلسات حوارية تشارك بها بعضاً من الطلب الخريجين للمدرسة حول تجربتهم السابقة لأسلوب اليوبيل التعليمي والنوعي وتحدثوا عن نجاحهم العمل والرياد الذي تكلل بفضل تميز نظام المدرسة وفكرها التعليمي كما كان مشاركة لطلاب ما زالوا على مقاعد الدراسة متحدثين عن الطموح والأحلام في النجاح والريادة سمو الأمير حمزة وفي كلمة له لخريجي المدرسة دعاهم فيها للمساهمة في دعم مدرسة اليوبيل وفكرها كما والتواصل المستمر معها ومع طلبتها جلالة الملكة نور وسمو الأمير حمزة استعرضوا أعمالاً ومشاريع للطلبة وتبادلوا معهم الحديث حول أمورهم الدراسية الطلب الذين أخذوا صوراً تذكارية بهذه المناسبة عبروا عن بالغ سعادتهم بحضور جلالة الملكة وسمو الأمير لهذه المناسبة الغالية يقل حسين الراحل في ذاكرة كل الأردنيين في قلوبهم لأجيال وأجيال رحم الله الحسين ودوام التقدم والنجاح لمدرسة اليوبيل ترجمة نانسي قنقر